تصدر اسم الفنان السوري باسم ياخور الترند بعد تصريحاته الأخيرة حيث تحدث عن اللاجئين السوريين منتقداً قيام بعضهم بالإنجاب بشكل مبالغ فيه دون التفكير بأن هذا الطفل الذي سيأتي للحياة لا يوجد له مستقبل وأن اللاجئ نفسه لا يستطيع أن يؤمن قوت يومه ليؤمن قوت 16 طفلاً وبعضهم لا يملك مسكناً حتى الكثيرون أيدوا كلام باسم ووصفوه بالمنطقي ليتدخل المطرب الشاب الشامي منتقداً كلام باسم قائلاً إن هذا اللاجئ الذي تتكلم عنه قام بإنجاب 16 ولداً لأن لديه شعوراً بالانقراض وهذه غريزة بشرية طبيعية داعياً ياخور إلى مخاطبة الناس على حسب عقولهم ومن ناحية أخرى عند سؤاله عن مصدر الشائعات عنه وإذا كان للفنان أيمن رضا يد فيها دافع ياخور عن زميله الفنان أيمن رضا قائلاً إن الخلاف بينهما لا يعني أن يقوم أيمن بهكذا تصرفات ووصفه بأنه شخص طيب وصاحب قلب أبيض ولم يكن يوماً شريراً أو خبيثاً